أما الآن رح نتحدث عن جمعية أبنى إبراهيم العالمية ومؤتمر السلام وهو حصل وأيضا مستمر لكن كيف وصلنا من معلومات أنه رح يتم خارج البلاد صباح الخير لشيخ قاسم بدر مدير مركز الإعلام الدرزي صباح الخير لجميع أهلا بك قبل التفاصيل كلياتها متى سيحدث وكل التفاصيل وخصوص هذا الموضوع نتحدث عن جمعية أبنى إبراهيم وأهدافها لنعرف الجمهور وشي صباح الخير بدون شك في الفترة الأخيرة نلاحظ منذ سنوات في إقامة عدة جمعيات التي تهدف إلى التقارب وتهدف إلى مؤتمرات سلام وكأنه إصار سالة معينة أنه كفى يعني بكفى الحرب والقتل والدمار وخلونا نجرب طريق السلام وكيف يقولوا فيش هناك كلمة مستحيل خلونا نجرب جربنا الحرب عشرات السنين فخلونا نجرب السلام أقيمت جمعية باسم أحفاد أو أبناء إبراهيم والمعروف أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإذا نحن نلاحظ ككل الطوائف وكل الأديان وكل المعتقدات الموجودة اليوم في العالم كله هوني بالأصل كلهم يجوا من أولاد سيدنا إبراهيم نعم يعني كل الخلافات الموجودة اليوم بين الأديان معينة بس توصل لبحث معين بتلاقي أن هوني أقرب اثنين لبعض على سبيل المثال يعني إخوتنا الإسلام واليهود هوني أولاد إسحاق وإسماعين هوني أولاد العام هوني أقرب ما يكون الأخ إلى الأخ فهذه الجمعية أقيمت جمعية عالمية بالجمعية في منطقة معينة جمعية تلتقي مرة كل شهر تقريبا في منطقة معينة قبل فترة كان في هناك لقاء في دلية الكرمل كان في لقاء في تل أبيب اللي هي بتضم كل تقريبا رؤساء الأديانة موجودين في العالم إحنا ما بيكفي إنه بس نحكي عن السلام يعني حكي ما بيفيد إذا ما كانش بيكون الكلام مقرون بالفعل فهذه الجمعية في القريب إن شاء الله سيكون في هناك لقاء لألف رجل دين من كل أنحاء العالم في كندا في مدينة تورينتو في بداية شهر نوفمبر وأحد نوفمبر ويكون هناك لقاء وهناك خير يقول إرسال رسالة لكل العالم إنه إحنا بدنا نعيش بسلام رائع رائع طب شيخ عم نتحدث عن رجال دين ومثل ما حضرتك ذكرت من كل أنحاء العالم وهذا شيء كتير جميل ومبشر بالخير يعني مع الأخذ بعين الاعتبار قديش رجال الدين مؤثرين على شرائح كبيرة وفاءات كبيرة من كل المجتمعات سؤالي لحضرتك هل في تفكير لأدام ربما بدمج أطراف أخرى وليس فقط أطراف دينية يمكن لحتى فعلا نقدر نمشي بخطى أكبر في هذا التوجه الجميل ورسالة السلام طب بدون شك أختي كريمة اللي بدأقوله أنا أنا بقول جملة اللي أنا تقريبا وصلت لنتيجة إنه هي الجملة الصحيحة إنه كل وأغلب الحرب والقتل والتطرف الديني اللي عم بيصير في العالم كل الحروب اللي عم بيصير في العالم هي نتيجة للتطرف الديني لو نجحنا في إيقاف التطرف الديني حسب رأيي سنصل إلى كل أطياف المجتمعات في العالم أنا أعطيكم مثال مثلا سوريا قدرش اليوم عم بيصير في حرب بسوريا قبل شهر تقريبا فئة من رجال الدين بني معروف الطائفة الوحدية في بلادنا اتخذوا قرار إنه هن بدوا يزوروا سوريا في سبعة أيلول يعني قبل ما يقارب شهر وأكاميون وقامت هذه الفئة في عبور جسر الأردن وصلوا لأردن وطلعوا بطيارة من عمان إلى دمشق وزاروا دمشق وزاروا جبل الدروز ووصلوا إلى أهل المختطفين وأهل القتلى في العملية الإرهابية الأخيرة وأدوا العزاء هناك وعملوا زيارات لكل الأماكن المقدسة ورجعوا خلال ثلاثة أيام حسب رأيي هذه الخطوة هي رسالة إلى كل العالم إنه إحنا ممكن نقدم عملية السلام إحنا مش بس طائفة بنوقفهم نحكي بدنا السلام إحنا نعمل ونجد ونخاطر من أجل تحقيق السلام وإحنا بينا لكل الدول في الشرق الأوسط الأردن وإسرائيل وسوريا ولبنان إنه لو أنتوا تقتلتم مع بعضوا فيهون وضع حرب إحنا من نقدر نعيش وإحنا بدنا نعيش كشعوب بسلام والحرب هي موجودة بين الحكومات مش بين الشعوب إحنا كشعب نقدر نعيش مع كل شعب آخر فعنشان هيك بعد ما إحنا ننزل من وطرة التطرف الديني سأعي تم نوصل لكل أطياف المجتمعات المجتمعات العلمانية والشباب والكل إن شاء الله لأن المشكلة هناك محصورة في التطرف الديني بوقف رجل دينه وبدأ يدعو إلى القتل ويدعو إلى الإرهاب ويدعو إلى سفك الدماء فحسب رأي هذا هو دمار بحد ذاته دمار بحد ذاته والتطرف الديني اللي نابع من رجال الدين الغير المانيين وغير مثقفين دينيا للأسف موجود هذا الأمر موجود وهذا مؤسف وعشان هيك برحب تقوموا في مثل هذه المؤتمرات على مستوى التجهيزات وتحضيرات لأمؤتمر سيقام في تورونتو على مستوى تقني وأيضا على مستوى مضامين اللي تكون مطروحة في هذا المؤتمر من حيب تطلعناه طبعا جمعية إبراهيم هي جمعية كيف قلنا عالمية اللي رؤساء قاعدين في ولاية المتحدة الأمريكية من كل الأديان في هناك إلو المكاتف في إلو هناك جمعيات هي جمعية يعني قديمة من جمعية جديدة جمعية اللي هي تقريبا تعطي تغطي لكل التقنيات الموجودة لهذا المؤتمر اللي بدي يضم طبعا ألف رجل دين ولكن سيضم أكثر من عشر تلاف مشترك من كل الأديان في العالم من الشرق الأقصى حتى الدول الأوروبي وحتى ولاية المتحدة ورح يكون هناك في اجتماع وفي رسالة لكل العالم إنه إحنا بدنا سلام معتش بدنا حروفها عشان هي جمعية جمعية طبعا مدعومة من كل رجالات الدين في العالم وكل واحد بيشارك في هذا المؤتمر طبعا بيشارك في داعم مادي لهذا المؤتمر والحمد لله المؤتمر عم بيلاقي كثير نجاح في الدول وعم بيلاقي كثير نجاح في المجتمعات شيخ إذن نحكي على مستوى البلاد والواقع اللي منعيشه يمكن بالذات بعد سن قانون القومي وكأنه أوكي ما مننكر طبعا أنه فيه مع الأسف هذا التوجه بكل مجتمع ولكن وكأنه أكثر يعني الصراع هو أكثر عرقي هو اللي يعطي السيادي لليهود دونا عن باقي الأقليات في هذه البلاد قديش مهم هون يمكن محاولة التأثير على الرأي العام من خلال الأمور اللي عم تترحوها ورح تترحوها في المؤتمرات سؤال مهم جدا أنا بدي أقول أنه تقريبا كل محاضرة كل لقاء كل مؤتمر كان صار فيه هناك حديث ما بين كل المشتركين حول قانون القومي وكأنه قانون القومي يماخذ تقريبا جل التفكير والاهتمام لكل الشعوب ليش؟ لأنه أنا ما بقدر أعيش في بيت ولأنا لا أنتمي إله تخيل إنسان يعيش في بيت له مش إله وهذا البيت هو بناه وهو أصل لهذا البيت والأرض أرضه وبيجي واحد بقول له أنت عم يضيف أو أنت إنسان غير محبذ فيكن وأنا شبهت قانون القومي كإخوة اثنين عاشوا مع بعض وبنوا بيت مع بعض بس وصلوا تحته يسكنوا في البيت واحد قال لساني أنت خليك برا فشلك محل جوا قانون القومي هو إساءة للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل أكثر من إساءة لأي أقلية موجودة في هذه الدولة فبكل لقاء إحنا نلتقي وأنا بدي أقول لكم كلمة واحدة وبقولها من قلب مؤمن 95% تقريبا من الشعب اليهودي الشعب اليهودي هو ضد هذا القانون مع القانون هني أقلي متطرفي جدا موجود داخل الشعب اليهودي واللي من بيسألون شو هذا القانون بيأثر عليكم أنا بعطيهم بس جواب واحد وأنا بقنع كل إنسان بيسألني شو بعطيه على طائفة الموحدين ليش أنتوا ضد قانون القومية اليوم إذا أخذنا شاب أو شابي من طائفة بني معروف بدي يزور خلينا نقول أوروبا وخلال زيارته لأوروبا تعرف في فتاة درزية من جالية درزية موجودة في أوروبا قانون القومية يمنع هذا الشاب من الزواج من هذه الفتاة وإحضارها إلى دولة إسرائيل يعني اليوم الشاب الموحد أو من طائفة درزية بيقدرش يتجوز من خارج طائفته من جالية درزية من دولة مجاورة هذا حق إنساني يعني انت هاي حق العودة أو حق الزواج فقط للشعب اليهودي فبكفيش أني أنا هوني عايش أني أنا كظيف بعد قانون القومية وممنوع أتزوج من خارج طائفتي من طائفي أو من جالية موجودة في العالم معناته شو هذا القانون إحنا بنشرح هاي الأشياء للشعب اليهودي أنا بحب أقول لكم إشيء واحد أنه هناك فيه هناك عدة نشاطات من الشعب اليهودي للتأثير على حكومات قادمة بيقولوا دائما إن شاء الله تيجي حكومة ثانية ونبطل هذا القانون وأنا أعتقد إذا دولة إسرائيل ستقوم بأي خطوة حكيمة الخطوة الوحيدة بدأت تقوم فيه هو إبطال قانون القومية فيها ولأجل ذلك أنتم موجودين وبتحافظوا على إرجاع المسار للتلم الصحيح لأي درجة شيخ بإذنك هذا المؤتمر أو هذه المؤتمرات ممكن أن تحدث تغيير على مستوى برلماني يعني إذا أنتم بتصرخوا أنه على سبيل المثال واحدة من الأمور هي ضد قانون القومية كيف ممكن يوصل للقيادات اللي أعلى من هيك حتى على مستوى أمريكا مستوى ترامب ونتانياه وكل هذا أخي الكريم في مثل عربي يعني عامي بقول يعني الحق يعني إذا ما بتحكي فيه يعني صوت الساكت ما بيوصل نعم يعني مجرد أنك أنت توقف وتحكي ولا تستسلم ولا ترفع الأيدي ودائما أنت بتحكي وبتشد وبتعمل هناك مظاهرات وبتعمل تضامن مع الناس اللي هون ضد القانون القومية حسب رأيب نهاية الطريق يعني هذه الأصوات ستصل إلى أذان المسؤولين ومؤتمر أنا زي لهو يعني بيشمل تقريبا كل الأديان في العالم إذا دولة إسرائيل بدأت تشوف أنه هذا القانون بالفعل عن بعود إله في الابتعاد عن هذه الدولة بالابتعاد عن هذه الحكومة ضد هذا القانون أعتقد أنه فيه هناك لا بد يكون فيه هناك ناس اللي يرجعوا للقرار السليم والقرار الصحيح ويقوموا بإلغاء هذا القانون إن شاء الله إن شاء الله شيخ لما منحكي مؤتمر للسلام يعني منقولها بيوجع مع الأسف حول العالم في كثير دول في كثير مجتمعات في كثير أماكن اللي بحاجة لتطبيق عملية السلام الفعلي وبدون شك هي كثير مرتبطة بالقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية ولكن الدولة الوحيدة التي ما زالت تقبع تحت الإحتلال هي الدولة الفلسطينية إلى أي حد يعني هناك حيز من هذه المؤتمرات بما أنه عم ندعو للسلام والطائف المعروفية دائما كانت وتحاول جاهدي في السنوات الأخيرة أن تكون جسور سلامة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني هناك تطرق ربما لإيجاد حلول أو فعليا لإحقاق الحق لإخواننا الفلسطينيين وإبناء شعبنا طبعا بدون شك وبدون شك وكلامي يكون واضح أنا بديش أتعمق كثير في الأمور السياسية ولكن أنا رجل دين أؤمن بالشيء واحد أنه يحق لكل إنسان أن يعيش في كرامي مثلما يحق للطفل اليهودي في تل أبيب أن يعيش وأن يمارس حياته وحقوقه الطبيعية يحق لكل طفل إذا كان في غزة وإن كان في رمالة أو في جنين أن يعيش حياته بكرامي ويمارس حياته أحب أن أقول أن بني معروف عبر التاريخ كانوا هني أول من تبنى قضية الفلسطينية المرحوم كمال جنبلاط وتبنى المرحوم ياسر عرفات في لبنان وتبنى قضية الإخوان الفلسطينيين وإذا تسألوا عبر التاريخ بني معروف في لبنان حضنوا الشعب الفلسطيني وساعدوا في كل ما يمكن وإحنا هنا في تواصل مع إخبتنا الفلسطينيين على سبيل المثال إحنا قمنا عدة مرات في زيارة الرئيس أبو مازين وقمنا في معاياته وقمنا في زيارته في المقاطعة عدة مرات واستمعنا إلى أبو مازين وإحنا دائما نوصل للحكومة أو للمسؤولين هنا أنه إحنا بدنا نعيش في سلام ونعيش في حب وبين الشعب الفلسطيني مثلما الشعب اليهودي له الحق في إقامة دولته وبيته يحق للشعب الفلسطيني أن يقيم دولته ويعيش في بيته نعم أخيرا توقعاتكم لصدى هذا المؤتمر اللي رح يقام في كندا وين تمتوقعين على الأقل أنه يكون في صدى أو رد فعل لهذا الصدى إن شاء الله إذا بعد المؤتمر هذا نزولكو كما مرة في حلقة ثانية ونفجيكو قديش أو الأشياء أو الفعاليات اللي قمنا فيها وإن شاء الله يوصل للأذان الصحيحة ونشوف السلام أن يعوم في منطقتنا وفي ربور الشيخ قاسم بدر نشكر حضورك معنا في هذا الصباح تروح ترجع بالسلامة إن شاء الله شكرا لإلك أهلا فيك